السلام عليكم و مرحبا بكم في شهيوات داري معاهين اليوم ان شاء الله سوف نحضر معكم الزيتون اللي يأتي من شرمل صنع منزلي يأتي لديد بثاف و بنين إذا عجبتكم الوصفة معكم إلا تتابعوا لفيديو تلخر وفرجة ممتعة للجميع بسم الله على بركتي لنبدأ بالنسبة عن الزيتون يبقى على حسب الأفراد الأسرة أكيد تكون لدينا كمية الزيتون التي تكون لها بأسة بها لدينا كله يعني ما الشيء سوف نحتاجه لدينا المرقة دائل من كله و سوف يخسر لدينا كمية الزيتون كيف نستغل له النص نخليه للمرقة و النص نخليه بحلقة نشرمه كي يأتي صراحة نضوين نحطوه في الماء خصوصا انا ولداتنا سوف يشوفوا ذلك الألوان بالنسبة عن الزيتون سوف نقسمه على جوج لان كيف مما أعطيتكم في الاقتراحات سوف نقسمه الزيتون منزلي سوف نقسمه فلفل حارة واحد فلفل حارة و الحمضة سوف نقسمه فلفل حمضة فلفل حمضة سوف نقطعهم قطاع صغير مع هذا الشكل سوف يكون غادي للحرورة ولكن ليس حار بزر لأن الهريسة لا تكون حارة لذلك الحرورة الكثيرة تكون غادة لملوحة لما تستعملوا الهريسة لا تستعملوا الهريسة خصوصة من المعضة سوف نقسمه لكي تكون خصوصة لكي تستعملوا الهريسة من المعضة لتصبح مفرق لكي تكون مكتبات مرقبات من المعضة لن زوج المعدنوس لكي تستعملوا الهريسة تستخدم الزيتون بالنسبة لدينا ملاحظة لأن الزيتون يبقى لكم مدف تلاجة يقدر تصيبوه و تخبوه الضيوف او اي حاجة مهم السير اللول باش ميخسرش لكم هو الزيتون اللي كنحيضوه من القرع يرقدوه في القرعي و يرقدوه في البعضة يعني كله واشنو كيدي ضروري خسنا نحيضوه و نصفيو يتسقطر مزيان من اللي ما ديالو يعني تيكي يتسقطر تيكي ولي كيبان فيه واحد اللون بحلة معاني يعني كيكون كي يتسقطر من بعد عدد كيمكلنا اننا نديرو ليه تشرموه لدييالو واش نشرم له هنا قدرت واحد شوية ديال الزعتر بالنسبة للزعتر من الاحسن يكون هو يكون كيف مكتلكم طريق هاد الزعتر عندي يعني ديال مجمد ولكن ماشي المجمد يعني جامد كيبقى محافظ على ذاك الطراوة ديالو وكي ما كيحافظ على اللي كيكون خضر غامق ولكن كيبقى محافظ على الجهد ديالو يعني يرى ما كيكون شو بحل قصبر المعدنوس اللي غايت تكركب لنا كيكون عامر بطلج اللي غا نحطه غادي غادي نمزج العناصير مزيان بنسبة لطريقة الاحتفاظ كنحتفظ على واحد القرع اللي كيف يكون ديال جاج من الاحسن لا ما عندكم شربنات يعني قرع يحاولوا انكم تستعملوا غير قصلهم زيان ونحتفظ عليهم وكننخبوه في دلاجة ديالنا ايو قيصة بغيناك نجبدو من نورة كيبقى الديد بزاك وحتى ذاك القصبر المعدنوس كلما خليناه كلما كيزيد يعني اطلق القصبر المعدنوس مع ذاك القوام اللي درنا معاه وكي يزيد كي يلداد نحن نديرو الشكل الثاني للعائلة ديالي كتحمق على الشكل الثاني لانه فعلا كي يجي لديد الديد بزاك بالنسبة لبنات الزيتون وريتو لكم دابا لا بغيتو تحتفظو علي انا درتم شقوق يعني يمكن ينحيد منه يمكن ينخلي بحلقك بالنسبة للعظم كيبقى اختيار يتخليه ولا تحيدوه انا خليته باش يمقى بحافظ لي على الشكل ديال الزيتونة يعني ايجي شكل ديال الزيتونة هنا غدي نفرم وحد الفصوص ديال التوم بالنسبة للتوم حسب القياس ديال الزيتونة اللي استعملته بالنسبة للملحة اللي بنات هدوك في الملحة يعني ما تديروش الملحة لكن نقص شوية من الملحة يمكن لكم زيتونة الملحة يمكن لكم نحن القليل الثالث بزيت الزيتون وزعتر وكوامون الحبوب نحن اغسله نبقى الزيتون اضافة الزيتون هذا هو هو المقادير قطعتنا قصبرون مع الدوزم الأحسن سوف نضيف زيت الزيتون لأنه زيت الزيتون مع الثومة سوف نحتفظ عن التوافق سوف نجبد منه لأنني أعطيتكم النصائح خصوصا لمبتدئات لأنه في المنزل زيت زيتون سوف نضيف زيت الزيتون لأنه في المنزل زيت الزيتون سوف نضيف العناصر سوف نتركها في 1 أو 3 ساعت وخصوصا كل ما يزيد يبنان و يزيد الدد كل ما يزيد القراءة سوف نقدمه معاكم بشكل نهائي ان شاء الله سوف نقوم بشكل نهائي سوف نقوم بشكل نهائي سوف نقوم بشكل نهائي سوف نقوم بشكل نهائي شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة سوف نقوم بشكل نهائي سوف نقوم بشكل نهائي ثقنا نقوم بشكل نهائي سوف نقوم بشكل نهائي شكرا